شجالات واختلافات وتقاطعات كبيرة حتى هذه اللحظة لاختيار البديل للحكومة المستقيلة التي كان رأسها السيد عادل عبد المهدي الخلافات كثيرة في مقدمتها أن المهلة الدستورية البعض يعتقد أنها انتهت هذا اليوم وكان المفروض أن يقدم مرشحا السيد رئيس الجمهوري يقول أن الاستقالة قدمت لي تنتهي مهلتها يوم 19 بالشهر أيضا النقاشات بين الاستقالة الجمهورية والبرلمان العراقي في تحديد الكتلة الأكبر عدنا إلى أخطاء كثيرة وسابقة بصراحة الذي ينظر إلى العملية السياسية يجد أنها في وضع محرج جدا ومرات أنا أقول دائما العملية السياسية مثل منتخب كرة القدم منتخب كرة القدم لما يفوز يمكن كثير من العيوب أنت بات رح تفتش بيها وما راح تشوفها لأنه نشوة الفوز بمثابة الإنجاز المتحقق يخليك تعيش مع ما متحقق من منجز لكن لما يخسر المنتخب الإنجاز والمائلة يبدأ يدور بكل الأخطاء وصراحة الأخطاء التي ارتكبت في هذه العملية هي ليست أخطاء بقدر ما أنه هي جرائم جنائية كبيرة بحق شعب فقير أعزل كانوا يعتقدون أنهم سيعمرون كما اعتقد غيرهم وكانوا يعتقدون أنهم أقوياء إلى الحد الذين يلون ذراع أي شيء ممكن أن يحصل انطلقت الثورة وعندما نسميها ثورة لأنه هناك مطاليب بالتغيير كامل العملية السياسية من منهجيتها إلى دستورها إلى قانونها إلى انتخاباتها إلى الفكر الذي حكمها بمحاكمة الفاسدين ولكن يبقى هناك صراع من نوع آخر القوى السياسية ما زالت متمسكة بأن يكون المرشح منها والثوار يقولونها علنا بأنها لن تقبل أي سياسي أو أي مرشح عمل في العملية السياسية من عام 2003 وكثيرا